يقال أن العراق على موعد بعد يومين أو يوم مع موجة غبارية وحرارة فوق الثلاثين يعني واحد من الخبار قال نهو بعد هاي الموجة هناك زلزال ما صحة هاي المعلومة؟ حقيقة نسحنا عندنا المشكلة يعني أكثر من الزلازل والعواصف ترى بيها صفحة تواصل الاجتماعي والسوشال ميديا اللي صار يرعب العالم يعني يوميا صار يطلع لنا عالم جديد يتنبأ هو حقيقة يعني هو الرصد الزلزال أو النشاط الزلزالي والهزات الأرضية لا تستطيعين أن تتنبئين بها رغم ما توصل العلم إلى درجة يعني الدرجة العالية ولكن لا يستطيع أي عالم أن يتنبأ بأي رصد زلزالي إطلاقا لأن احنا لحد احنا صحيح عدنا أجهزة رصد زلزالي ولكن هذه الأجهزة تعتبر من شون احنا نسميها شبكة الرصد الزلزالي هذه لتحديد المناطق اللي يصير بها الهزات الأرضية عمق الهزة الأرضية يعني هذا ما تستطيع أن تتنبأ بهزة أرضية من المستحيل وسابق المستحيلات ونحن نتحدى أي شخص عالم يقول بأنه يستطيع أن يتنبأ بالهزة الأرضية فهذه كلام مغاير جدا وبعيد عن المنطقة أصلا طيب خلي نرجع إذا نتكلم عن الزلزال يعني التوقعات الأطال علينا الدكتور صالح مهدي عوض ليمضي بعد زميله الهولندي ويحدد بدقة أكبر موعد للزلزال قائل استعدوا في ثمانية آذار يعني في منطقة الصفيحة الأنوضولية يعني ضعيفة خطيرة هاي شون تنبؤات؟ شون توصلوا إلى هذا الشي؟ هو إحنا نسأل شون توصلوا إلى التنبؤات؟ أصلا لا توجد تنبؤات في موضوع الهزات الأرضية إن كانت هناك تنبؤات كانوا تنبأوا للهزة الأرضية الثانية اللي حثت في نفس اليوم في تركيا وكانت خسائرها مقاربة للخسائر الأولى يعني الأولى كانت 7.8 بالعشرة يعني الأولى الثانية كانت 7.7 ليش ما توصلوا هذي؟ وصار كلام أيضا وراء هذه الهزة من خلال معتقد العالم الدينماركا والهولندي قال بعد يوم ونصر هزة أرضية في تركيا وما صارت هزة أرضية فهذا من المستحيل يعني إحنا الأجهزة أجهزة تستشعار هذه ما تحدد لك شوك تصير الهزة هذه إحنا ما عدنا يعني مثل محطاتنا الأنوائية أسف محطاتنا الأنوائية أنا أقدر أحدد لك العاصفة الترابية مين رح تبدين العاصفة الترابية ورح توصل العاصفة الترابية؟ سيد الجابري سألتك أنه بيفعل أكو موجة غبار بعد يوم أو يومين بس ما جاوبتني؟ لا حقيقة ست العزيز إحنا عدنا تصاعد غبار يعني يوم أمس كان عدنا تصاعد غبار بسيط يعني كانت عدنا سرعة الرياح من 20 إلى 30 بعدين في وسط النهار صارت من 30 إلى 40 تصاعد غبار بسيط ولكن لحدها اللحظة ما عدنا مؤشرات إلى عواصف ترابية أو عواصف رملية إن كانت هناك عواصف ترابية أو رملية فسوف يكون لدينا تقرير صادر استباقي أو تحذير يزدر من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة وإحنا دائما كنا شفتوا بالسنوات السابقة يكون لدينا تحذير استباقي في حال حدوث يعني أي حدث يؤثر على البلاد يعني منخفض جوي مرتفع جوي فهذا يزدر من قسم التنبؤ الجوي فهذه مسؤوليتنا بأن نكون حريصين في إصدار أي تقرير يصدر من عندنا إذن يعني بعض المعلومات أكو مغالطة بيها يعني اللي دائما يكتبوها هاي الموجة الغبارية الغبار الأولى رح يتوقعون أنه أسوأ رح تكون من العام المضى أو غيرها لا ستة العزيزة احتمال أقل من العام السابق يعني مثل نحن أولا كانت عندنا موجة أمطار يعني شهدها البلاد يعني موجة أمطار استباقية كانت عندنا المفروض إحنا عندنا الأمطار تكون في شهر الدعش ولكن الأمطار بدأت عندنا في 22 عشر وكانت أمطاري عن نسبها عالية فوق العشرة مليم يعني تعبر العشرة مليم نعتبرها غزيرة فوصلت بالمناطق الشمالية وصلت الـ 75 و 80 مليم حتى صارت أدنى سيول في عدد مناطقنا الشمالية والغربي إضافة إلى المناطق الجنوبية نعم ستة اشتركوا في القناة